فأيام المسيح التلاميذ طبعا كانوا ماشيين مع المسيح رايحين لمدينة القدس لأورشاليم وطبيعي لازم يمروا في مقاطعة السامرة قربوا على ضيعة على قرية من إحدى قرى السامريين رفضوا يعطوا الفيزا رفضوا دخول المسيح للبلد فطبعا صاروا جدا يعقوب ويحنى يعني ابني الرعد قالوا لي يسوع يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء تحرق هؤلاء الكفرة والزنادق هؤلاء السامريين قالوا ستوب حبيبي ستوب لستما تعلماني من أي روح أنتما هذا ليس روح المسيح ولا طبيعة المسيح ولا عمل المسيح المسيح غفر لصالبي وهو على الصليب الغريب اليوم أكثر شخصية تهاجم وفعلا أكثر شخصية تهاجم هي شخصية المسيح مات بدل الإنسان وبعدين علم تعليم اللي هي تسمو في أسمى وأعلى الحضارات الإنسانية ورفعت الإنسان إلى مستوى وقيم عالية جدا حياته معجزاته كلها للخير كلها للرحمة تعاليمه متفوقة لمثيل له بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء شهادة الفلاسفة والعلماء حتى قبل أي شخص آخر ومع كل هذا يعني شخص مرفوض مختبر الحزن يعني بتشوفوا اليوم يعني حتى في المجتمعات سوري اللي بيسموها متحضرة مثل هولويد إلى آخرة بعملوا لك أفلام إنه المسيح شاز جنسيا واليوم عم بخططوا ل فيلم ليسوع إنه هو امرأة حتى مش رجل والغريب هو طبعا الناس بتتظاهر وبنكتب إنه إحنا بنرفض هذا ضد هذا مش رح نشاهد بس ما شفناش إتتتخيل إتتتخيل إتتخيل كمال المسيح والهجوم اللي عليه إتتخيل لو واحد يعني من هدول لمس طرف أي ديان أخرى مسلم أو بوذي أو هندو شوف شو رح يصير في العالم طب السؤال ليه ليه لأنه قلبيا عارفين المسيحية فيها تسامح فيها يعني عدم الكراهية وإنه أنت حر هذا رأيك وتعبر عنه بس أنت رح توقف أمام المسيح يوم يوم من الأيام أوعك تشمخ أوعك تتصلت أوعك تفكر أنه الدنيا هيك ماشي بلا إذا الكامل والمتفوق أخلاقيا عمله فيه هذا الشيء فإنت لما بتحتقر المسيح رح توقف أمام المسيح ورح تعطي حساب أنا مش هدافع عنه مين قال أنه أنا بدأ دافع عن الله الله مش ضعيف يا جماعة الله هو بدافع عن نفسه الديان الضعيف اللي بتدافع عن الله بتستخدم كل وسائل العنف وكل وسائل الدفاع حتى بترس اللي حاول يدافع عن المسيح في أحلك الظروف في بستان جات سمانة رح خبط ضرب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه قال له أنا مش مش قادر أنه أطلب يعني الجيش من اثنى عشر يعني ربها تتخيل ربها يعني آلاف إذا ملاك واحد من الملائكة إذا ملاك واحد ضرب في نينو وفي أشور مية وخمس وتمانين ألف شخص ملاك واحد فتخيل الملايين الملائكة شو بتعمل في العالم قال له أنا طبع أنا بقدر أنزل ملائكة بس هاي مش مش الإرادة أنا جاي عشان أقوم بعمل الفداء الكامل وفعلا علم درس لبطرس وعلمنا كلنا إحنا الأجيال أنه ولا مرة العنف العنف بيولد العنف وكما قال غاندي إذا أنت بدك تقلع عين كل العالم بيصير عميان وإذا بدك تقطع إيد كل العالم بتصير يعني أديها مقطوعة أو إذا تقطع لسان العالم كله بصف في بل لسان بسبب الكذب والغش والكبرياء وإلى آخره فالمشكلة أحبائي من جو طبيعة الإنسان الساقطة المحتاج يتغير بنعمة الرب يسوع المسيح